بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أذراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم دبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقوم فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فبح للكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله هساء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للجسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يؤتي ماء الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر أسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من بريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعها راضية في جرنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي وبثوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِينَ وَلَا تَحَابُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُرَوْثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حِبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّاً دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا وَلَا يُوْثِقُ وَسَاقَهُ أَحَدًا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسِ الْمُطَمَئِنَّةِ إِرْجْعِنْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةِ فَدَخْلِي فِي عَبَابِي وَدَخْلِي جَنَّةِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وقد خلقنا الإنسان فيك بد أيحسب أن لم يره أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهل التمال اللبضى أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ورسانا وشفتين وهديناهن جدين فلقتها ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مثغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متصربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين تفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلها من ذكاها وقد خاب من دساها كذبت سمود بتواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الزر والأنفا إن سعيكم لشطا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا والآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلزى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يصل النار الكبرى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والدحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتربى ألم يجبك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويل ثم رلبناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ بسم ربك الله خلق الإنسان خلق الإنسان